التعليم مع بعض في السيشن اللي قبله ان احنا لما نيجي نعمل او اسئلة ادوات الاستفهام في مجموعة ادوات الاستفهام مع بعض ديهم ترتيب معين زي مين زي اول واحدة عندي وات بتسأل عن الحاجات الغير عاقل وعن الاشياء يعني مسلا منقول اتس ا بن البن ده غير عاقل يبقى سألنا سؤال بوات لان بن غير عاقل نسأل عليه بوات فيه كوستشن جديد اسمه وات تايم يعني ايه وات تايم وات تايم يعني مال وقت وبنسأل بيه عن الساعة عن الوقت زي what is that time او what time is it نجاوب عليها نقول it's ten o'clock طيب فيه كوستشن بعد كده كوستشن وورد بعد كده او ادات استفهام اسمها مال لون يعني ايه مال لون what color what color ودي نسأل بيها عن الالوان يعني نقول what color is that t-shirt it's red يبقى اللي بنسأل عن الالوان what color فيه كمان كوستشن تاني خدناه مع بعض اسمه اينا where مين هي اينا where اللي هي بتسأل عن المكان زي ما اقولك she is in the kitchen ويجي يحط له خط على in the kitchen in the kitchen ده مكان يبقى نسأل بwhere نشطب in the kitchen ونقول where is your mom او where is she اينا هيا طيب نكمل الكوستشن وورد اللي تعلمناها كمان جينا بقى الكوستشن الجديد اللي هناخده النهاردة اسمه من هو مين هو من هو فكزوا كده معايا عشان من هو ليها طريقتين عشان نعمل سؤال بمن هو من هو اولا هو سؤال اداة استفهام بنستخدمها لما نيجي نسأل عن الاشخاص اسم الاشخاص الاسماء يعني لو انا عايزة اسأل عن احمد عن كريم عن علي عن مونة عن اي اسم شخص طيب نستخدم اداة الاستفهام من هو طيب تعالوا كده بالروحة نتعلم ازاي نستخدم من هو فيه الكوستشن بتاعنا فيه كده مع بعض عايزة اسأل سؤال السنتنس بتاعتنا السنتنس بتاعتنا مين بعد عدو يلا يا ادم ماهر السنتنس بتاعتنا يا ادم ماهر بتتكون من ايه سبجيكت اول حاجة سبجيكت اوكي سبجيكت السؤال ولا 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 لا السنتنس الجملة او سنتنس الجملة سبجيكت وفيرب وفيرب اوكي ادم واخر حاجة مين الابجيكت بتاعنا او تكملت الجملة المفعول طيب حلو قوي يبقى سنتنس بتاعتنا سبجيك وفيرب وابجيكت خليك فتح المايك يا ادم طب انا لو كتبت هنا علي علي هاز علي هاز اكات وجيت سألتك سؤال يا ادم هو علي هنا مكانه فين علي هنا مكانه ايه مكانه سبجيكت ولا مكانه فيرب ولا مكانه object علي هنا مكانه مكان سبجيكت Thank you يا ادم يلا يا زياد لما انا عندي سنتنس تانية بتقول يا زياد اي اي بلاي اي بلاي وز علي اي بلاي وز علي انا بلعب مع علي الاسم بتاعنا هنا يا زياد اللي هو علي مكانه ايه object object لأنه هو هنا في آخر الكلام هو بقي آخر الكلام بتاعنا يبقى عالي هنا يا حبيبي مكان subject في الجملة الأولى وفي الجملة التانية عالي مكان وobject صح كده؟ في حالة مش فاهمينها احنا معارفين ان الجملة بتتكون من subject وverbo object طب أنا في الجملة الأولى علي مكان ومكان subject مكان الفاعل بتاع الجملة والجملة التانية علي مكان ومكان الobject مكان المفعول بتاع الجملة طيب أنا بقى عايزة أسأل عن علي في الجملة الأولى وعايزة أسأل عن علي في الجملة التانية لما أجي أسأل عن علي في الجملة الأولى أو الجملة التانية لازم أستخدم من هو من هو اللي هي بتسأل عن الأشخاص يبقى أستخدم من هو اللي بتسأل عن الأشخاص طيب ازاي بقى بنعمل السؤال بمن هو عندي طريقتين الطريقة الاولى الطريقة الاولى لما يكون علي او الاسم اللي بنسأل عنه مكان السوبجيكت يبقى في الطريقة الاولى لما يكون الاسم بتاعنا مكان السوبجيكت لما يكون الاسم الاسم مكانه فين يا حبايب يرده علي مكانه فين السوبجيكت ده لديكه. طب تعال اقول لكم الطريقة الاولى لما يكون الاسم بتاعنا مكان السوبشيك. الطريقة دي سهلة جدا. اول حاجة نعمل ايه? نشطب الاسم بتاعنا. يبقى لو الاسم بتاعنا مكانه السوبشيك عشان اعمل سؤال بمن هو. حبيبي كلوزيو المايك اللي فتح المايك بتاعه. اروح اعمل ايه? اروح اعمل ايه? اروح اشطب علي. اشطب علي يا براء اهو شفت علي. اشطب علي. واحط هو. احط من هو. وانزل الجملة زي ما هي بدون helping verb ولا subject ولا اس نشيلها ولا ايه دي نشيلها ولا اي حاجة نشيلها. نحط بس نشيل علي. نحط مكانه وانزل الجملة زي ما هي. يبقى ايه الطريقة الاولى لان انا استخدمه للاشخاص? الطريقة الاولى لو الاسم بتاعنا مكانه في السوبشيك نعمل ايه? نحذف الاسم بتاعنا نحذف الاسم اللي احنا عايزين نسأل عنه ونضع هو ونضع مكانه مين? نضع مكانه هو وننزل الجملة زي ما هي. يعني اسم هو الاول لبس احذف الاسم بتاعي? نحذف الاسم وننزل الجملة زي ما هي. من غير ما نشيل ولا نضيف اي حاجة. امتى? امتى بنعمل الكلام ده? لو الاسم اللي احنا بنسأل عنه مكانه فين؟ مكانه فين؟ مكانه فين؟ مكانه فين يا براء افهم معاي الحتة دي مكانه فين؟ في السوبشيك نشيل الاسم بتاعنا ونحطه وننزل الجملة زي ما هي بدون اي تغييرات. ايه الطريقة الاولى يا براء اللي هو؟ التريقة الهو الاسم؟ يقول ايه الطريقة الاولى؟ الطريقة الاولى ببس عن ان احنا نشيل مثلا السوبشيك الفلشيك 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 ما كانه في الفلشيك نعمل ايه؟ نشيل الاسم بتاعنا ونحط مين مكان font miraculous ونحطه وبقي الجملة نعمل فيها ايه نخليها زي ما هي بالضبط كده نخليها زي ما هي ما نعملش فيها اي حاجة طيب تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية بتاعتنا الطريقة التانية بتاعتنا لما نيجي يكون الاسم بتاعنا الاسم بتاعنا يا حبيبي مكانه في الابجيكت الاسم بتاعنا مكانه فين في الابجيكت مكانه في مكان المفعول نعمل إيه لما يكون مكانه في المفعول في الـ Object أول حاجة نحذف الاسم بتاعنا ونكون سؤال زي ما احنا عارفين زي ما احنا متعودين نكون سؤال كامل يبقى نعمل إيه نحذف الاسم ونعمل سؤال زي العادي نحذف الاسم ونكون سؤال عادي يعني إيه نكون سؤال عادي يعني نكون سؤال زي ما تعلمنا أداة استفهام سؤال عادي كامل قادة استفهام بعد كده حد يساعدنا helping verb وبعد كده subject وبعد كده verb يعني يا مثل لو الاسم بتاعنا في الobject نشيل الاس ونحط هو نحط بقى عادي بعد قادة استفهام helping verb do بعد كده subject you وبعد كده verb أساسي play with يبقى الطريقة التانية بتاعتنا لمن هو هو لما يكون الاسم اللي بنسأل عنه جنا الاسم اللي بنسأل عنه لا تفتحش المايك يا جنا الاسم اللي بنسأل عنه في الobject نعمل ايه لما يكون في الobject نكون تكوين سؤال بالضبط عادي نشطه به نشطه بالاسم ونحطه هو ونحط helping verb بعد كده subject وبعد كده verb أساسي وبعد كده باقي الجملة عادي يبقى دول الطريقتين اللي بنستخدمهم عشان نسأل عن أداة الأشخاص بالهل بالكويتشن وورد بتاعتنا من هو اللي بتسأل عن الأشخاص قولي لي هنا يا جنا هنستخدم الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية هنستخدم الطريقة الثانية يا ميس إنها في subject هننحضر في الاسم يا ميس ونحط هو بعدين أو بعدين ننزل الجملة زي ما هي يبقى يبقى هنا الاسم بتاعنا ما كانوا في subject يبقى نحط هو who is eating chips who is eating chips نا والنزل الجملة زي ما هي برافا عليك يا جن question mark يلا يوسف يوسف الحسيني I helped my mom I helped my mom my mother هنا my mother هتطلق عليها خط مكانها فين يا يوسف مكان الـ subject ولا مكان الـ object مكان الـ object يبقى نستخدم الطريقة الأولى ولا نستخدم الطريقة الثانية الطريقة الثانية الطريقة الثانية اللي هي تكوين سؤال عادي جدا ننشيل my mother ونحطه who ايه الـ helping verb بتاعنا did عشان بلايد برافو يبقى who did الـ subject بتاعنا who did who did who did you الـ subject بتاعنا you وبعد كده نحط help من غير أي إضافات two question mark who did you help انت ساعدت مين i helped my mom i helped my mother انا ساعدت ماما ميس ميس يا حبيب هو طالما في الكلمة فيه إيدي او دين انا خط did ايواش انده بس يبقى الـ helping verb بتاع الماضي بتاعك يا حميل did يلا يا رؤى احمد لايب الطريقة الثانية بتاعك يسفنه دي اسهل جدا معلش كل حاجة لازم تكون فيها حاجات صعبة وحاجات سهلة يلا يا رؤى احمد like cats احمد like cats دي طريقة الأولى للطريقة التانية يا رؤى الطريقة الأولى الطريقة الأولى بتاعتنا عشان أنا حط خط عند احمد واحمد هنا subject نعمل ايه بقى نشيل احمد نشيل احمد اوكي هو ونحط هو ونحط بقيتك like وبعد كده بقيتك الكويتشان عادي هو likes cats ولا نشيل s ولا نغير حاجة ولا اي حاجة هو likes cats okay طيب يلا حنيم محمد اسامة موجود محمد 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 ماشي يلا محمد هي موين زويز عمر هل للطريقة الأولى وللطريقة التانية يا محمد في اللي هو هنخترت رأى الأول الطريقة الأولى محمد بنستخدمها لما يكون الاسم بتاعنا أول كلمة subject هنا الاسم بتاعنا محتوى في الobject يبقى دي الطريقة التانية اللي هي بنعملها ازاي بقى بنعملها بن مين أداد الاستفهام الكويتشان وورد اللي بتسهل عاد الأشخاص هو يبقى نحط أول حاجة هو هو بلاي هو هي بلاي بعده نحط الهلبنج مين الهلبنج ببتاك يا محمد ال هو في اس عشان نستخدم اس نستخدم دو دو آخر كلام يا محمد ايه دو 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 يا بابا عشان بلايز فيها اس يبقى نستخدم دو يبقى هو دو الس بقى بلايز يبقى بلايز الس بلايز بلايز نستخدم 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 بلايز يا محمد أول هايز أكار يا لحنين أول هايز أكار دي الطريقة الأولى والطريقة التانية الأولى هنعمل إيه بقى هايو هايز أكار يبقى نقول هو على طول هايز أكار نستخدم ونقول هو هايز أكار يبقى نستخدم ونقول هو هايز أكار ونحط الكوز شمع يالي عبدو أبني مايك أكاميس أبني 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 أبني